اشتركوا في القناة الحال نفسه يحدث مع المسافرين القادمين عبر طريقي القبيط وحيفان خصوصا ضحايا الترحيل القصري من عدن وبذلك يكونون كالمستجير من الرمضاء بالنار ثمت مقاطع صاخبة يشكو فيها الضحايا من الابتزاز المادي والفرز الفئوي وأن ما يعيشونه يتعرضون له لا علاقة له بأي إجراءات الصحة ولا السلامة تحت عنوان مكافحة كورونا تمارس ميليشي الحوث الامتهان في أبشع صوره يحدث ذلك في وقت يفترض أن يتم فيه التنسيق على كل المستويات لتوحيد الجهود لمكافحة الجائحة التي تهدد الشعب بأكمله وليس منطقة دون غيرها في هذا السياق يتساءل البعض عن دور الجهات المعنية رسميا وحقوقيا لتدارك الأمر ووضع حد لمعاناة المواطنين المستضعفين في كل اتجاه